بعد تسجيلها رقما غير مصبوك في حصيلة المبيعات عام 2020 وزير الاوقاف خلال لقائه قيادة الدعوة بمحافظة الغربية يؤكد على السعي الدؤوب من العاملين بالاوقاف للوصول الى مبيعات اعلى من سكوك الاضاحي هذا العام لكي تفوق العام غير المصبوك وتحقق صالح المستفيد والاسر الاولى بالرعاية وتوزيع لحوم الاضاحي عليهم في عموم محافظات الجمهورية وتوصيلها اليهم بكل عزة وكرامة مشروع سكوك الاضاحي هو بيصب في خدمة الاسر الاولى بالرعاية العام الماضي 1200 طن استفدت منه مليون و200 ألف اسر هذا العام بنؤمن المزيد بتروح في اماكنها الشرعية اللي بيحتاجها المواطنين سواء في الغربية او في غير المحافظة الغربية نشكر الوزارة على انها فعلا بتزيد وبتدفع المزيد من اللحوم لأهالي الغربية عطاء لعطاء عطاء يأتي من وزارة الاوقاف بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لصالح صندوق عطاء الذي جاء تأسيسه عام 2019 كأول صندوق خيري لدعم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في ضوء سعي الدولة المصرية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع سبق الوزارة الاوقاف ان قدمت 20 مليون جنيه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والان بتقدم 50 مليون جنيه فهو تأسيس صندوق عطاء وايضا لزوي الاحتياجات الخاصة وهناك ايضا صندوق يصري الغايمات وكل مبادرة بتطلقها وزارة التضامن في خدمة المجتمع بكل المساهمات مجلس النواب يصدق قانون رقم 10 لسنة 2018 بيحتوي انقلاب في حياة زوي الاحتياجات الخاصة في كافة المناحي تعليميا وصحيا واجتماعيا وقنونيا واستمرارا لافتتاحات المساجد حظت محافظة الغربية ب 47 مسجدا جديدا خلال الفترة الماضية بين البناء الحديث والاحلال والتجديد انطلاقا من دور وزارة الاوقاف في اعمار بيوت الله في الارض تم عندنا في محافظة الغربية افتتاح 47 مسجد 40 مسجد احلال وتجديد و7 مساجد صيانة وترميل المسجد ده فعلا انطرازه فديله وقوبة زي ما انت شايف 24 ساعة النور بيدخل من كل ناحية بيابقى مساحة 4000 و20 متر مركز اسلامي كبير جدا بيخدم محافظة الغربية كلها بناء وتشهيد للمساجد بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة واعمال خيرية وانسانية تلعب دورا ضمن اعمال الوزارة من اجل الوصول الى شريحة محددة والنهوض بمعيشتها الاولى بالرعاية ولدهيكل التلفزيون المصري